جزئية معلوماتية الصحة العامة أو البابليك كيلز انفورماتيكس طبعاً دلوقتي الإيرا بتاعة الانفورماتيكس والانفورميشن سيستم واستخدام الكمبيوتر واستخدام الانفورميشن سيستم في أي مجال عالمي أو طبي عايزين بقى نتعرف من خلال البابليك كيلز ازاي بنطوع الانفورماتيكس لخدمة البابليك كيلز عشان نعرف ازاي بنطوع الانفورماتيكس لخدمة البابليك كيلز عايزين نعرف ايه هي الديفينيشن بتاع البابليك كيلز او الصحة العامة وهي كور فانشنز بتاعتها يعني بتقوم على ايه بتقوم على اي دعمات اي كل اي علم في الدنيا بيقوم على الدعمات هنعرف برضو من المحاضرة دي يعني او نوزم معلومات وازاي بتتطبق هنعرف على محتويات أو مكونات الـ Public Health Information System إزاي بنجزقها أو بنقول إيه هو الزام المعلومات الحيوي بتاع الصحة العامة وكمان هنشوف الـ Principles أو الأسس اللي بتقوم عليها الـ Public Health Informatics والـ Scope بتاعها أو المجالات المختلفة طيب تعالوا نشوف أول حاجة إيه التعريف بتاع الـ Public Health إيه هو علم الصحة العامة It is a science and art of preventing disease يعني هو مش بس علم هو فن فن يعني إيه فن يعني المخ البشري إزاي يبدع في إن أنا أتعرف على المرض عشان أمنعه فده بنقول إنه Art of preventing disease prolonging life يعني إزاي أخلي الواحد يعيش فترة أطول من عمره بصحة من خلال الحامل الثاني اللي هي promoting health through organized effort يعني إزاي حتى الشخص الصحيح أعمله health promotion يعني الشخص اللي ما بيشتكيش إزاي إن أنا أعدد أو أحسن من الصحة بتاعته عشان يقدر يعود prolonging happy life في حياته وإنفورمات شويسز يعني بالخلال حاجات decisions أنا بخدها عشان إن أنا أعمل الـ activities in كلها طيب إيه أهدافه إيه أهداف أول حاجة to monitor variety of medical disease and conditions يعني يعني monitor يعني برائب بشوفها بتعلى بتزيد بتقل بيحصل فيها prevention طب استخدمت حاجات قللتها بنقول عليها the monitoring of medical diseases and conditions يعني مش بس الأمراض اللي هي medical أو أمراض طبية الأمراض related كمان للأمراض الطبية to rapidly accurately detect prevent and mitigate the spread of epidemics يعني ده من أول أهداف الصحة العامة من قديم الأزل هي وكان أول هدف عندنا حتى من أم جونس نو وهنقولها في المحاضرة إن إزاي أما يكون في وباء موجود إزاي يقدر اكتشفه بدري إزاي يقدر أمنعه عشان ما يجيش بعد كده أو متجيت إن أنا إزاي أقلل الخسائر ما يحصل دي كلها بتقول عليها برضو ده الهدف وكان هدف من الهدف المبدئي من نشأة من نشأة أو علوم الصحة العامة إزاي نحجم إيه الأوباء الثالث حاجة tomaniters in fact of natural disasters and biotericism يعني كمان بيقولك أما يكون فيه آآ كارثة كارثة بيقية أو كارثة زي الزلازل زي البراكين زي الهوريكينز وديك شايف إن دلوقتي المنطقة دلوقتي فيها عصير واجاية في السعودية والإمارات كل الكلام ده بنقول لي إزاي بقى بنرأي بالتأثير بتاعها عشان نقلل من حدتها على الناس إيه بقى الرول البابلك كيلز الفوماتيكس عرفنا شك البابلك كيلز نعرف بقى شك الانفورماتيكس أو الرول بتاعها بقى أو الدور بتاعها بتاع الانفورماتيكس هتساعدنا زي الدور بقى بتاع الانفورماتيكس أو المعلوماتية يعني ايه الكلام ده يعني أنا بدلوقتي بحلل البانات بدخلها بحللها بقارنها عشان أحسن من جودة الخدمات الصحية عشان أحسن من في الكوميونيتي زي إيه مثلا إمبروving patient experience of care إمبرو health of the population إزاي أطوع الانفورماتيكس دي إنها تحسن الصحة بتاعة كل الناس اللي في مصر إزاي إن أنا طوع الانفورماتيكس to reduce per capita cost of health care إن العيان ياخد أحسن خدمة بقال لتكلفة reduce the clinician and staff burn out syndrome إن أنا كمان إن أنا لو استخدمت المعلوماتية بطريقة كويسة ده هيقلل العبق على الدكاترا وهيقلل الوقت بتاعهم في خدمة المريض ويقلل كمان من الاسترس بتاعة الطب أو إن هو يكون عنده عينين كتير ده بنقول عليه burn out syndrome طيب تعالوا بقى نشوف عشان برضو نفهم المحاضرة دي إيه التلات وظائف الرئيسية بتاعة أول حاجة اللي إحنا بنعملها يعني التقييم يعني زي الفحص يعني أغلب الحاجات أو المنظمات القائمة على رعاية الصحة العامة بتصرف فروسها كلها عشان عايز تقيم الحاجة اللي هو بتعرض لها البشر زي ايه يعني هل يترى المية الشرب دي كويسة للبشر ولا لا طبعا عندنا شبكة كبيرة في تحليت المية عندنا في جمهورية مصر العربية وفي شبكة كمان مش بس شبكات التحليت في شبكة كمان من وزارة الصحة إنها ازاي بترائب وبتختبر المية اللي طلع من الشبكات دي هل يترى المية فيها نسبة كلور معينة مفيش فيها كل الكلام ده لإن مهمة جدا عشان تصحك البشر طيب يبقى صار في كل الفلوس دي طيب ده عشان اول بتاعتها للأساسمنت إن هي بقيم الحاجة اللي هي ممكن تضر البشر لو فيها خلل تاني حاجة مثلا يعني برضو الناس بيصرفوا في نظامات الصحة العالمية أو نظامات الموسكيتوس دي بتجيب امراض كتيرة جدا وعنيفة جدا منها مثلا زي مرض لو تسمعوا أو حم منها مرض مثلا زي منها مرض زي المالاريا فالموسكيتوس دي بتجيب حاجات فظيرة جدا اللاب بقى إحنا بنستخدم بقى اللاب ان إحنا بنبتدي نفحص الموسكيتوس دي عشان نشوف هل يطر حملة المرض ولا لأ يبقى طبعا وبنصرف عليها حاجات كتير عشان التقييم الوضع الحالي هل يطر لو في مكان الموسكيتوس فيها كبيرة مثلا من نوع معين مثلا زي مثلا أو يقول لك اه مثلا بنسبة لحوم يقول لك لقيت في منطقة كتير اعرف ان ممكن المرض ده هتنقل لان هي دي الفكتور بتاع وحصل قبل كده في مصر من يعني طبعا برضو من الحاجات اللي احنا بنطريمها يقولك طب واحد حصل له مثلا يبقى باضطر ان انا افحص كل المخالطين ليه او عشان امنع منهم المرض او امنع ان هو يكون شخص منهم جالوا المرض عشان يبقى كل ده بنقول دي الفونكشن او الفونكشن بتاعتنا اللي هي الاساسمينت او ان انا بفحص او بقيم الوضع طيب تلات حروف بتاع تاخدنا اول حرف اللي هو الاساسمينت تاني حرف التين اه اسمها يعني بعمل سياسة صحة عامة او سياسة عشان منع المرض بنقول عليها عشان الدولة تمشي عليها يعني ان انا عشان احفظ الفحة بتاعة البشر ناخد يعني يقولك اه خلاص احنا حاطين سياسة الطفل ده لازم ياخد مجموعة من التطعيمات عشان يقدر يخش المدرسة ليه عشان ما يجيش الامراض دي عشان هتأذي اطفال اخرين يبقى انا حطيت سياسة وحطيت انواع تطعيمات على حسب امكانية الدولة انواع تطعيمات مثلا عشر او اتنشر تطعيم الطفل ده لازم يكون عنده او شهادة تثبت ان هو اخد التطعيمات دي دي بقى دي من سياسة عندنا في الدولة مثلا من سياسات عندنا في الدولة عندنا في مصر اللي هي حاجات اللي هي بتاعت الكريتنزم او يعني دلوقتي عملنا في سياسة عشان نطبقها عملنا السياسة عشان نطبقها ليه بيز على ابحاس قلت لك اه احنا لو اكتشفنا الطفل بدري او اللي هو لسه مولود وعنده او خلل في الغضة الدراقية لو اكتشفنا بعد الولادة على طول ودينا له علاج هيتحسن بحيس ان الطفل ده ماشي هيجيله او تخلف بعد ما يوصل خمس ست سنين لان انا لو سبته من غير علاج هيجيله طيب عملنا في الاول وبعدين عملنا بوليسي عملنا بوليسي ايه ان لازم الاطفال كلها تفحص السيرويد بتاعها عند سن او لما ينزل فبنقول عليه عملنا عشان نتطبق على كل البلد فدي بيسميها تالت حاجة بقى اللي بعد تأكد انا خلاص عملت تقييم ونزلت سياسة عايز اتأكد انها بتتنفذ على ارض الواقع ودي تالت حرفة من الكور فونكشن بتاع اللي هو الاشورانس يعني بيقولك بعد بقى خلاص طيب ازاي اضمن بقى ان انا طبقت سياسة ان لازم كلها الاطفال تفحص في اول اسبوع من عمرهم ازاي بقى المراكز الصحية او بتنفذ السياسة به او فعلا بتخلي كل الاطفال اللي مسجلين عندهم ان تولد وتابع المدهس ده انه هتعمله ان هو تعمله التست اللي انا مفروض اعمله مثلا يعني يعني مثلا في حتة برضو الاماكن الصحية وال مفروض الناس اللي هم بتوع الصحة العامة برضو او الناس اللي هم تبع الرعاية الصحية الاولية انهم يتأكدوا مثلا انه ما فيش فيه لانشان ما يكونش فيه أو اي حاجات ضرة للناس عايشة عشان اضمن مسلا دي يقولك اوالله يبقى لازم نجيب كراصة التطعمات تكون مختومة من الصحة ان الطفل خد كل التطعمات دي يبقى انا كده بتأكد ان السياسة بتاعتي مشيت على ارض الواطن طيب تعالوا بقى نشوف ادي احنا خدنا يعني ايه صحة عامة وخدنا يعني بتاعتها وهي وظائفها ايه وايه اللي احنا بنعمله تعالوا بقى نشوف الشوك التاني بتاع الانفورماتيك اللي احنا عزين التكلم عليه ده فبنقول بايوميديكال اند هيلس انفورماتيك ايه اللي بيعرف بقى كلمة المعلوماتية الصحية اللي احنا جزء منها افشيان ستوريج يعني ان انا اجيب المعلومات المتعلقة طب الصحة ازاي ان انا ادخلها كويس واخزنها يعني ازاي اخزنها اطلحها بعد ما خزنتها استخدمها ازاي او اوظفها ازاي عشان تخدم الرعاة الصحية يعني ايه يعني ايه الكلام ده يعني بيقولك الحاجة المهمة جدا في الانفورماتيك ان ازاي اطوح لخدمة البشر عشان يعمله عمل افضل او احسن مش ان انا اشيل البشر واعواضه بكمبيوتر لا دي الكي بوينت الكي بوينت ان ازاي استخدمها او اطوح الانفورماتيك بتاعتي عشان تهلب بيبول زين اباوت بلدين سيستم ثم ميكر او ريبليس هيمان اكسبرتيز يعني مش ان انا البشر لايمكن الاستغناء عنهم بس ازاي ان انا عمل لهم معلوماتية تساعدهم في حياتهم اليومية طب تعال نشوف يعني البيوميديك والهلس الانفورماتيك دي ليها زي مجالات عديدة مختلفة كتير جدا او الدومين عندنا واسم اكيد سمعت وكلكم عنده البيوميديك او المعلوماتية الحيوية يعني انشق منها المعلوماتية الحيوية دي اللي هي خاصة بالجينات او البيوميديك او البيوميديك اللي هي دي انشقت او بدأ ان في جماعات كتيرة حكومية تنشق فرع ريها عشان دي مهمة جدا في البيوميديك او في الامراض اللي هي ريتد البيوميديك او معالجة العيانين بالبيوميديك دي حاجات كلها متعلقة بالبرانش بتاع البيوميديك تاني نوع البيوميديك البيوميديك يعني اللي فيها الصور ازاي مثلا استخدمها لحاجات الـ او الاشاعات فبنقول كل الاشاعات دلوقتي بالكمبيوتر مفيش الافلام كلها بدأت تختفي خلاص ازاي بقى ان انا اخد الصورة بتاعت العيان احفظها اديها للدكتور عشان يشخص المرض وبعدين بعد ما اديها للدكتور ان ازاي ان انا حطها بقى في السيستم عندي عشان يتعمل عليها ابحاث بعد كده فبنقول عليها دي الامجينج دالت حاجة الكلينيكال انفرماتيكس يعني ان ازاي الدكتور وانا بساعد عمل ازاي ازاي اسهله عمله في العيادة من خلال الكلينيكال انفرماتيكس رابع حاجة يعني ان في دلوقتي حاجات بتساعد او المعلمات بتساعد افرع كتير من الطب مش بس من الطب الحاجات المنشقة من الطب زي النيرسنج او التمريد الباصولوجي ده خلوني في حاجة اسمها نيرسنج انفرماتيكس ليه بقى لان النيرسنج طبعا او الناس اللي هم في التمريد بيحتاجوا المعلوماتية بتاعة او المعلوماتية الحيوية دي بتاعتنا عشان بيحتاجوها في تنظيم الدواء بتاع العيان ازاي المريض مثلا الحاجات ازاي في 57 ازاي انه يدوا المريض بدقة الدواء بتاعه في بتاعه بنقاط معينة بنقاط معين كل ده مع عدد كبير من العيانين بيبقى لود عن نيرسنج يبقى بيستخدمينهم نيرسنج انفرماتيكس في consumer health informatics اللي احنا بقى ده اللي انتم موجود معاكم في الموبايل فون بتاعك ده اللي هو بنسمي المعلوماتية او الحاجات اللي احنا بنسمي consumer او مستهلك which focus on mobile health بيسموها mobile health او m-health اللي هو ايه بقى تخيالي انت بقى واحد مثلا منكم عايز يشوف physical activity بتاعت النهار كله ده بنقول عليه consumer health informatics عشان تحسن الصحة بتاعت البشر ازاي اطوع الموبايل فون او الموبايل health بتاعي دي عشان اصوع وعشان صحة البني ادمين وطبعا في mobile apps بتطلع كل يوم عشان تحسن صحة الناس والناس تقدر تعمل لها داون دود في سادس حاجة يعني المعلوماتية اللي هي بتحاول تركز على الابحاث الجديدة في الطب او بيقول عليها الترانسليشن الحاجة اللي هي المعلوماتية اللي هي بتعاوز اخلي اخلى الحاجات الجديدة النازلة في الطب عشان ازاي الناس تستفيد بيها والبشر يستفيدوا بيها وسبح حاجة اللي احنا موضوعنا بقى النهاردة او معلوماتية الصحة العامة ايه بقى او المداخل بقى او المزانق بتاعتنا بتاعت الحاجة بنقول عليها الترصد بتاع الامراض يعني الترصد يعني عايز انا اعمل نظام صحي يكتشف يلاقي المرض بدري واول لما يجي المرض اشوف كم واحد جالوا المرض وتباحهم ده بنقول عليه الترصد اللي هو الدكتور يعمل المرض اول ما يشوف يبقى يبقى الدكتور لازم يستخدم الكمبيوتر او الانفورماتيكس عشان يعمل الريبورتينج او لما يشوف الحالة يروح حاطتها في السيستم بتاع وزارة الصحة عشان يبلغ المقتصين في الوزارة ان الحالة دي تواجدت في المكان الفناني ده بنقول عليها الريبورتينج ده جزء اخر من والهيه اللي هو الكمبيوتر سايينس علم الكمبيوتر سايينس حتقولك علمين الكمبيوتر سايينس وال الانفورميشن سايينس الكمبيوتر سايينس is concerned with the study of computers and computing يعني الكمبيوترات نفسيها والعلم الحوصبة اللي داخل الكمبيوترات going into details of computer يعني بخش بقى جوه الكمبيوتر نفسه programming languages او اللي هي اللغات البرمجة and other supporting hardware و software فدي بنقول عليها علم الكمبيوتر سايينس كل ده داخل داخل كلمة علم الكمبيوتر سايينس انما الانفورميشن سيستم بقى ايه هو it examines the relationship between computer system and organization ده اللي بيبحث بقى بين العلاقة بين الكمبيوترات والمنظمات او بيزيكلي trying to understand the different aspect to make information system to work effectively يعني ازاي اخلي بقى ال information system ده ونظم المعلومات دي ان انا ازاي اخلي المؤسسة اللي جايب الكمبيوترات ان انا دخل لها برامج تسهل العمل داخل المؤسسة ده تعريف بسيط يعني ايه information system so the concern is not only if the computer is technically efficient but also how it is organizationally implemented يعني مش ان انا لازم اجيب الكمبيوتر اخر موديل او اخر اخر او احدث حاجة او اكبر رماد او اكبر سعة او اكبر كل حاجة اقولك لا ازاي ان انا احط الكمبيوتر في المكان ده يخدم المكان والموظف في الحتة دي بنقول عليها organization implemented او ان انا اطوعه ان جوه المكان يخدم المكان ده ويخدم الشخص اللي قاعد عليه حسب امكانياته في تعلم على الكمبيوتر طيب بنقول بقى information technology في الهيلس ده بنشوفه ازاي بنشوفه بالclinical support system دلوقتي طبعا في حاجة اسمها electronic medical records او خلاص احنا من كلمة information system خلاص دلوقتي يبقى فيه فيه ترند مش بس في مصر في العالم كله ان كل الملفات الصحية يعني كلها على الكمبيوتر تخيل انت بقى حجم زي مستشفى او كبيرة او مستشفى حكومية او مستشفى زي جامعة انشامس ان حجم بقى الملفات بتاعتها كلها هنقلها على الكمبيوتر ويتشوف بقى حجم السيربرز وحجم الكمبيوترات اللي محتاجينها عشان نخذن كل الريكورز بتاعت العيانين في حاجة الكترونيك طبعا الجامعة عندنا لسه برضو بتعمل الـ عشان ان احنا نحول كل الحاجات تبقى الكترونيك ليه لان ده بيخدم المريض وبيخدم الدكتور وبيخدم الرسمش الدكتور وقته هيقل المريض الحاجة بتاعته اتحفظت ممكن اميجي اطلع النتيجة بتاعته اطلع الانفورميشن بتاعته اطلع جالي كم مرة وكمان هتساعد في الابحاث الطبية الدكتور اللي هو قاعد الصغير عايز ياخد الداتا بتاعت العيان دي او مش بس عيان واحد عايز 200 ولا 300 حالة عشان يبتلك يعمل علاقات بين المرض والأوضن من اللي جاله او الفرق بتاع العيان يبقى لازم له محفوظة يكون محفوظة بشكل جيد يبقى دي بتخدم كمان الأجيال الجاية بحيث يستفيدوا من في الأبحاث الطبية بتاعتهم في عندنا كمان دلوقتي برضو برانش كبير اسمه زي ما قلنا الحاجات بتاعت بيقول عليها طبعا ده برانش كبير جدا دلوقتي الدكاترا بيحاول يتعامله برضو مع او الصور بتاعت الأشياء من خلال information system or informatics طب تعالوا نشوف يعني يه public health information system in contrast public health informatics يعني طبعا public health informatics بسماء المعلومات بتاعت الاستقرار طب لكن public health information system دي معناها ايه encompass the science and use information in the domain of public health public health information system the technical components use to support the business of public health organization يعني اللي هو النظام الصحي اللي انا استخدمه جوه المؤسسات الصحي بتاعت الصحة العامة عشان تساعدهم في شغلهم information system طب تعالوا نشوف يعني information system is a collection of computer based tools to collect store and process information اي اي نظام في مجموعة من الكمبيترات بيستخدموا ادوات معين عشان ياخدوا البيانات يجمعوها وبعدين يعملوا storage يحفظوها وبعدين يعملوا processing او اشغال ده بنقول عليه information system information system is common in medicine and education and everyday domain information system دلوقتي احنا عايشين جوا information system دلوقتي زي ايه مسلا تخيل بقولك الtypical information system using everyday life انت بتستخدمه انت مش بواخد بالك كل يوم جوجل جيميل كل حق الجوجل دي بنقول عليها information system Microsoft outlook بنقول عليها information system ليه بقى بنقول على ده information system تعالوا نشوف ايه عناصر او الحاجات عشان منيبقى في حاجة اسم information يبقى في input input يعني ادخال طيب نقول example ازاي يعني في data information organization from one or more sources يعني ايه الكلام ده طيب انا الوقت عندي حاجات موجودة على الورق انا لمتها ده بقول في data عندي او 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 ادخل على الكمبيوتر طيب ادخل على الكمبيوتر وفي لازم يكون في برنامج او في كمبيوتر هندخل عليه طب ايه example ال input data بتاعتنا او الحاجات اللي بنقول عليها الادخال زي population surveys يعني لو انا عملت اي بحث طبي وجمعت ورق وسألت عينين ده بقول عليه survey ده بعتبر من اول element من information system بنقول على ال input ال vaccination records او الحاجات بتاعت التطعيمات بتاعت الاطفال او اللي خدوا التطعيم النهاردة في اي وحدة صحية ده بنقول عليه input census data اللي هي المعلومات بتاعت المعلومات بتاعت census او التعداد السكاني birth certificates او الموليد طبعا الموليد والوفيات لازم تخش بدقة كبيرة جدا لان ده بتحسب عليها rates او معدلات كتيرة جدا فده اول شقة او اول حاجة من information system input طب ال input دخلت البيانات هيحصل ايه يبقى حاجة تانية التخزين التخزين ده بيتم ازاي organization use combination of hard drives يعني ممكن او hard disks or hard drives network drives servers يقولك او احنا اشترينا سيرفر كبير للكلية والجامعة سيرفر ده هيعمل ايه اخزن عليه البيانات البيانات العنيفة بتاعتي دي ما ينفعش على كمبيوتر حاجة زيارة لازم بتخزن على servers and cloud based storage component دلوقتي انت كمان ممكن تستخدم حاجات اللي هي بتاعة الصحاب او بتاعة الانترنت اللي هي cloud based يعني ايه cloud based دي يعني google drive واحد يقول لك اه طبعا انا خزنت البيانات دي هرميها على google drive عشان استخدمها بعد كده يبقى ترميها على google drive دي عملت لها storage ايه بناخد example بقى من الحاجات اللي storage لو انت فتحت excel file ودخلت عليه البيانات انت كده حفظت البيانات رفعتها على google drive خزنتها احسن مش بس بقت عندك على الكمبيوتر بقت عندك على cloud او تقدر تعملها في اي مكان في العالم ده بنقول عليها storage او تخزين ده الشق التاني من information الشق التالت processing او الاشغال يعني خلاص انا اخدت البيانات في اول حاجة دخلتها انا حاجة حفظتها تالت حاجة ابتدي اشتغل عليها بقى بسموها processing ان انا ابتدي اتعامل معها include بقى ايه information retrieval search يعني ان انا كمان ابحث عنها عشان اطلحها ممكن اخزنها وما لقاهاش فدي بتاعنا بيتضمن retrieval او search يعني ان انا اجمع بيانات ان انا اجمع انا دخلت عشرين حالة وزميلي دخل عشرين والتالت دخل تلاتين اجمعهم كلهم في ملف واحد ده بنقول علي processing بنقول علي data integration و analysis function التحليل النهاجي طيب تعالوا نشوف ايه بقى البرامج الحاجات example انها دخلة في البرامج حاجات برامج احصى زي حاجة اسمها الاساس program الار ده تابع الاحصى برضو الانترنت browser تخيل انت لو بتفتح انت عايز شوف الايميل فانت بتفتح براوزر عشان او بتفتح زي حاجة زي جوجل chrome مثلا انك بتبتدي عشان تعمل processing هتبتدي من خلال تقدر تسترجع الملف بتاعك وتبتدي تشتغل عليه ده بنقول عليه الشك التالت اللي هو processing او ان انا بشغل data بتاعتي او بطلع منها او بتدي اشتغل عليه تالت او رابع او اخر component من information system الاول اللي هو الناتج او النتاج الحاجة النهائية اللي انا هطلحها او القماش اللي انا هطلحها مش احنا بتقول المكرة طلعت قماش الاول تدي القماش او الحاجة اللي انا هستخدم ها يعني دي الناتج النهائي شكله بتعامل ازاي report او تقرير بقى كل ده بنقول عليها output يعني ايه مثلا ناخد او مو يكون كمان output بتاعتك يعني ايه يعني ايه يعني انت فتحت الميل ولاقيت حاجة ما بقيت لك او او ده بنسميه output انت هتفتحه عشان شوف ال output فانت هتفتحه هو عمل input يعني دخل ال email وعمل وعملو بروسسينج ان الكمبيوتر سعمله في السيرفر وانت هتفتح بقى في الاخ بتبص على email ده هتبص على الناتج بتاع زميلك طب انت عايز تعمل بقى input ورستورج وبروسسينج ل email تبعثه لزميلك نفس الكلام ده بنقول لانت دخلت في الاربع components او المدخلات بتاعت information assistant ناخد example output يعني ان انا طبعته ده output بتاع البرنامج الاحصى بتاعي ممكن map يعني يقولك ممكن يكون خريطة with instance of the disease يعني يقولك او والله انا عملت خريطة وحطيت عليها الاماكن وطبعتها بعد ما عملت input وستورج وبروسسينج طلعت خريطة وفيها اماكن الناس اللي عندهم المرض يبقى دي بنقول عليها output او الناتج النهائي بتاعي طب بنقول الاسكوب بتاع public informatics مجالها ايه يعني ايه مجال يعني واحد يقولك طيب انا عايز اعمل surveillance system جديد يعمله بقى اسمها او نظام ترصب جديد لمرض معين فبنقول بيعمل ايه بقى بنعمل conceptualization يعني ايه يعني المفهوم بتاعها يمشي ازاي او الحاجة دي تمشي ازاي تاني حاجة design يعني ايه ازاي هصممه فين المستشفيات اللي انا هدخلها فيه الناس هتدخل في ايه على الورق ده بنقول عليه design او crookie development يعني ان انا ادخل بعد ما عملت crookie على الورق اتدي ايه اعمل system ده في المستشفيات بسميه development يعني تطوير deployment يعني ابتدي ايه اشغله الناس اشتغل عليه ده بنقول عليه deployment طب الناس اشتغلت عليه ولقت فيه حتة صغيرة مش شغالة ده بقول عليه refinement هبتدي حسنه واخر حاجة maintenance ان انا اعمل له صيانة يعني اعمل صيانة يعني data دي بتروح فين بتعمل لها storage ازاي هل يا ترى في errors في اي حتة في link بتاعي ده بنقول عليه maintenance او السيام ده بنقول عليها عشب من كل الكلام ده بنقول عليه الحاجة اللي انا بستخدمها في او في الصحة العامة زي اللي هي الترصد بتاع الامراض كل كل الكلام ده بنقول عليه احنا بنستخدم information system بكل اللي انا قلتها دي عشان نخدم اي فرع من فروع الصحة العامة بتاعي طيب عشان عشان واحد يشتغل في public health informatics يقولك لازم يكون دارس ايه او ايه اللي يكون عارفه طبعا لازم يكون دكتور ودارس public health او حد شغال او درس يعني لازم يكون ماسك الشقين مع بعض شق public health وشق information system يعني لازم يكون عنده معرفة تخيله الـ الادارة الصحية كل دول يكون دارس عشان بنقول public health informatics زي ان واحد بيجمع puzzles او بيجمع اجزاء من الصورة عشان الصورة تكمل يعني لازم يكون دارس computer وعنده يعني عنده معرفة بالcomputer عنده معرفة بالinformation system عنده معرفة public health عنده معرفة organizational service عشان يضموا كل دول عشان يطلع صورة مكتملة طب تعالوا نشوف يعني ده قصدنا بان تخيلوا كل واحد شغال في حتة معينة جوه مثلا حاجة زي CDC او المكافحة المرض في عندهم department للinfectious disaster surveillance او ترصد امراض المعيطين في عندهم department الوبائيات يعني بيشوف اللي هو epidemiology بيحاول يربط محددات المرض بالoutcome في عندهم department مختص بال immunization registry يعني بيدي تطعمات ويسجلها في عندهم department اسمه emergency preparedness يعني اللي هو الناس اما يكون في اي وباء دول بيطلعوهم عشان يحاولوا يكون تين الوباء ده بيسموهم الناس بتوع الemergency او الحالة الطرقة طب كل واحد من دول عنده معلوماتية او عنده information system public health informatics ازاي اربط بقى الاربعة دول مع بعض بحيث كل واحد منهم يستفيد بالبرانش التاني لان بتاع infectious disease surveillance الناس ده محتاج يشوف كم واحد خط تطعيم عشان دي لو في حتة ما فيش فيها التطعيم عايزين يروح يطعاموها عشان ما يزيتش المرض الوباء بتاعي طب جزء الابديميولوج ده او جزء اللي هو بيعمل محددات المرض عايز يعرف اذا كان فيه وباء عشان بسروعة يبلغ الemergency preparedness دي بارتمت عشان ينزل يشتغل على الارض الواقع يبقى public health informatics بتحاول تربط المعلوماتية عندنا بتحاول تربط كل الناس دي ببعض عشان يبقى الشغل بتاعهم اسهل واسرع واحسن لما الشغل بتاعهم يكون اسهل واسرع واحسن هقدر اعمل containment او تحديد للوباء بشكل افضل وحسن من صحة المجتمع ككل يبقى دي بنقول عليها دي public health informatics اللي هي واحد هو دكتور او باحث عايز information يبتدي يفتحها عشان القسم بتاع informatics ده هيطلع على الدكتور نفسه هو بيعمل الشغل او بتاع infectious disease surveillance ده هيطلع المعلومة بسرعة وبعدين هيدي اوامر البيانات الناس اللي هم بتوع الفيلد البيانات دي الناس بتوع الفيلد او الناس اللي هم يكون عندهم المعلومات دي كل ده بنربطه ببعض بمعلومات الصحة العالم فتعالوا نشوف يعني ايه الاسوس او الحاجات اللي قائمة عليها public health informatics اول حاجة application information science and technology to promote the health population زي ما قلنا ازاي اطوع الان information science دي عشان تخدم community لان انا بنسبالي بتاعي او المريض بتاعي مش العيان المريض بتاع community ازاي اعمل diagnosis اشخصه يعني ايه اشخص اشخصه يعني ايه فين حتة اللي فيها المرض دي بنقول على diagnosis يبقى اول حاجة من الاسس اللي قائمة عليها public health informatics ازاي اطوع information system عشان تشخص العيان بتاع اللي هو community تاني حاجة هديله treatment community بتاعت هديله علاج يعني ايه العلاج بتاع بتاع community ان انا اعمل new policies او سياسات صحية تخدم المجتمع من خلال information اللي انا جئت law لو فيه حاجة مش متطبقة احاول اطبق لو فيه حاجة public law موجود في المجتمع ابتدي ان اطبقه elimination of affected food staff efforts to modify behavior يعني مثلا او انتشار التدخين في المجتمع ازاي ان انا هطوع information system بتاعي عشان اوصل المدخنين عشان اقول لهم ايه الخطور عشان ما يبتدي يقللوا التدخين او ان انا اساعد اعادات اقلاع التدخين او ان انا اقف الاماكن عشان احتوي مرض وباقي معه تالت تاني حاجة من application information science and technologies that prevent disease and injury by altering condition in the environment that put population at risk يعني ايه اطوع information system ده ان ازاي اكتشف فين الحاجات في الانفارم البيئة اللي ممكن تكون فيها risk او بده خطورة على المجتمع exploration بتؤدي للحكاية دي اما اعمل ترصد هقدر اقلل الانجري او اعمل الانجري prevention reflection of governmental context in which public health is practice يعني ببتدي اشوف ان ازاي ان انا احسن او اقول ال الناس المسكين ال public health ايه ازاي التحسين ممكن يكون فين اما استخدمت ال information system ده ازاي ايه مثلا او سياسة التطعيم انا استخدمت الانفورماتيكس دي عشان اسجل المرض زي مثلا الروتا فيروس الاطفال طيب انا عملت لهم immunization فوق سن سنتين وقلت التطعيم ده ياخد بثلاث مرات اكتشفت وانا بعمل التطعيم ده وانا بطبق ان كل التطعيمات اللي خدوها الاطفال بعد سن سنتين ما منعتش المرض زاد يبقى خلاص هرجع اقول لهم لا يبقى لازم التطعيم ده ينزل عند سن سنة يبقى هغير في البوليس بتاعت البوليس بتاعت وهقول الحاجة اللي انا طلعتها عشان تحسن من البوليس بتاعتها وتنزل السياسة بتاعتها ان مش الطفل عند سن سنتين لا ده عند سن شهرين واربعة وست شهور هيبتدي ياخد التطعيم ده عشان ما يجلوش او اسهال ده ممكن يموت الطفل في اول سنة من العمر زي ما قلنا ده بنقول عليها في اغلب الامراض اللي احنا بنعمل لها ترصد بنقول عليها بنقول عليها او ترصد للصحة العامة اللي هي يعني ببتدي اجمع البيانات على المرضى ببتدي حللها ببتدي اعمل لها وبعد كده اعمل لها او اديها للناس عشان ان هو يستخدمها في معنى الامراض طيب تعالوا نشوف ساعدتنا بحاجة زي طبعا ال اما جاء الوباء بتاع الناس كلها طبعا عمل الفاكسين فالفاكسين دي نزلت سوق وجابوها في البلد طيب عشان اننا نعمل من حد من المرض ومن حد الوفيات اللي جات بيه طبعا فيه وفيات كتيرة جدا ماتت من الكوفيد 19 استخدموا بقى information technology عشان يطبقوا الحاجات اللي احنا قلناها دي عشان نستخد التطعيم بصورة منظمة ففي انترنت اول حاجة ممكن الوردر باكسين يعني المريض هو بيخش بيعمل تسجيل عشان ياخد معادل التطعيم يعني التطعيم بيبقى مرتين يبقى لازم تستخدم الانترنت